أكد وزير التجارة وصناعة حرص حكومة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات التركية العاملة في مصر والأخرى التي تستهدف التواجد بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة جاء ذلك خلال اختتام وزير التجارة زيارته الحالية للعاصمة التركية أنقرة التي انتهت بعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع مسؤولي قبراءات الشركات التركية الراغبة في دخول الاستثمارات في السوق المصرية في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والنسيج والسجاد وقال الوزير أن اللقاء الأول كان مع ممثلي شركة فيستل وشركة زرالة التركية وتم خلاله استعراض خطة الشركتين لإنشاء مصنع للأجهزة المنزلية في مصر خلال المرحلة المقبلة باستثمارات تتجاوز 70 مليون دولار في المرحلة الأولى